نتابع فقرات مصر جميلة على الهواء مباشرة استعدادتنا لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 ده بالتالي جزء مهم جداً نهاردة لازم نستغل كل دقيقة الحقيقة في هذا المؤتمر منذ بدايته حتى النهاية بتاعته مجموعة من الرسائل المهمة جداً مجموعة من النقاط اللي بتستهدفها الدولة المصرية والمؤسسة المصرية وبيستهدفها كمان المواطن المصري بتختص بإيه؟ بجميع مجالات الحياة سواء إن إحنا هنهتم بالتوصيات اللي هتتخرج من المؤتمر عشان نقدر ننفذها البرامج اللي بتقدمها لنا الأمم المتحدة في هذا المؤتمر اتفاقياتنا مع الدول المجورة والدول الصديقة والدول اللي بنقلينا على قد دبلوماسية معها كل ده هيكون في هذا المؤتمر عشان كده ده من أهم المؤتمرات اللي أقيمت على أرض مصر ربما لمدة سنوات قادمة كبيرة جدا خلوني نشوف ونعرف مع بعض ومع حضراتكم إزاي إحنا نستقبل المؤتمر إيه النقاط المهمة إيه نقاط القوة اللي إحنا يعني مستندين عليها في هذا المؤتمر لكن اسمحولي أرحب في البداية بضفتي ضفت حضراتكم ورحب الإعلامية والأستاذ عبير حلمي مجستير الاتصال السياسي كلية الإعلام جماعة القاهرة أهلا بحضرتك أستاذ عبير من أورا أهلا بك أهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير على حضرتك أعتقد أنه فرصة مش ممكن تتفاول فرصة مهمة جدا زي ما أنا قلت في البداية عايزين نطلع بأكبر مكاسب من لقاءات زعماء العالم على أرض مصر في هذا المؤتمر مؤتمر المناخ العالمي مزموط نبدأ منين الحكاية نبدأ من كذا حاجة يعني نبدأ الأول هو الإمبعاثات ديت جات إزاي وهل فعلا فيه إمبعاثات للغزات الدفينة أو الدفينة هي بقوله الدفينة أو الدفئة بس هي الدفئة أصح هل هي فعلا موجودة ولا لأنه كان فيه برضو من ضمن الحاجات شائعات كده بتقول أنه لا العالم الدولي هو مؤفر وأنه الجزات دي حاجة طبيعية ونستخدام الفحم والسهن والسهن والكربون والحاجات الطاقة كلها الطاقة الأحفورية دي عادي نستخدمها لأنه فيه حاجة من الشائعة بيقول يعني أن دورة الشمس دورة الشمس نفسها بتعمل انخفاض لدرجة الحرارة الدورة الدنيا للشمس فهو فيه فعلا ده موجود بس ده جزء من السنة يعني دورة الشمس في جزء من السنة فعلا بتخفض درجة حرارة طب بقيت السنة إيه؟ لأ بقيت السنة عندنا درجة حرارة عالية جدا وصلت لواحد ونص أو الناس يعني الدول دول العالم نفسها توصل لواحد ونص بالأقصى درجة درجة مقوية ما توصلش أكتر من كده أكتر من كده خطر على البشرية على الإنسان على الحيوان على النباتات هي خطر بمعنى كلمة خطر فالإنبعاثات دي حائية أو حائية جات منين؟ جات من من قطر سخونة الأرض الغازات اللي بتطلع والغازات الموجودة في الغلاف الجوي بتعمل تحول للانتصاص للأشعة الحمرة فالأشعة الحمرة الليما بتمتص بترفع درجة الحرارة فمتوقع في آخر القرن ده توصل لتنين وسبعة من عشرة ودي نسبة عالية من الاحتراق يعني الدرجات الحرارة الموجودة في الدول اللي الربعين وخمسين تبقى سبعين تمانين والأمطار اللي بنسبة مثلا عشر في المية عشر في المية لا تبقى سيول تقضي على السواحل كلها في دول تتلاشى وفي مدن تتلاشى من زوابان الجليد من زوابان الجليد ومن فايدانات البحر ارتفاع مستوى البحر نص متر بس بيقدي لكوارث عالمية نص متر بس هو متوقع أن يرتفع البحر بالفايدانات دي متر كامل على آخر القرن فمتر كامل يعني فيه فعلا بلاد تتلاشى ممكن لحد من اللي بيتفرج علينا النهار ده يقولك هو الإنسان عمل ده كله؟ ولا دي تغيرات طبيعية في الكون نفسه؟ لا مش تغيرات في الكون هو القصة جاءت من أول بداية الثورة الصناعية من أول ما بدأنا ندخل التكنولوجيا في الصناعة نستخدم المواد البترولية نستخدم المواد الكربونية نستخدم الفحم كل ده أصدر غزات أو زود نسبة الغزات نسبة الغزات اللي هي ثاني أكسيد الكربون والميسان وطبعا في غز الأزون كمان كل أول أكسيد النيتروز على فكرة أول أكسيد النيتروز ده يعتبر 257 ضعف الأسر بتاعه أو ضرر بتاعه عن ثاني أكسيد الكربون ده النيتروز والميسان برضو بنسبة 256% حاجة كده يعني أرقام فلاكية بالنسبة لثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون أساسا موجود في الطبيعة إحنا لما بنتنفس هو فيه ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة لكن مع البترولات ومع الكامويات ومع الاستجدام الفحم والمواد دي الطاقة الأحفورية كلها بيتزود النسبة طيب إيه بتأثر النسبة دي دي بتأثر على الكائنات في التنفس كنات الحية البشرية وبتقع على الحيوانات عن نباتات على طبعا جفاف التربة يعني الحرارة ما بترتفع التربة بيجف فالكائنات بتموت طبعا نسبة المية بتتبخر هتبقى فيه ندرة في المياه طبعا كل حاجات دي بتأثر على إيه بتأثر على الأمن الغذائي بتأثر على المصادر الحياة السمرات 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 طبعا وجود مياه نظيفة انتشار أوبئة بتزود فيروسات بتعمل سرعة في الرياح يعني هتلاقي يعني مثلا كوفيد جلنا ازاي هي انتشار الأوبئة الزيادة مع سرعة الرياح فوصلت هو كل ما بنزود الاستخدام للطاقة للمنبعثات الضرة دي بتزود ضرر في كل حاجة طبعا بالتالي احنا مدكرنا مع تنمية مستدامة طيب فين تنمية مستدامة بالعكس ده هتزود الفقر هتزود البطالة هتزود الأمراض هتعمل جفاف هتعمل كل حاجة عكس ما احنا بنتمنى نعملها طبعا اللي حضرتك قلتي ده كله وجزء من كل حقيقة فيه هيناقش فيه المؤتمر مؤتمر المناخ خليني اروح مع حضرتك مستاذ عبير لجزئية برضو وهي استعدادات مصر ناس كتير مش عارفة ايه الاستعدادات اللي تمت طبعا احنا بنتكلم هناك لجنة من الأمم المتحدة كانت مقيمة في مصر حقيقة مجموعة كمان من الجمعيات اللي تقدمت نتكلم على الاستعدادات بتاعت الدولة كنا بنشوف رحلات يعني يومية شبه يومية من السيد رئيس مجلس الوزراء لشارم الشيخ اتغيرت تماما شارم الشيخ اصبح يطلق عليها المدينة الخضراء كاملا فده بالتالي رسالة مهمة احنا بنقدمها للعالم كله ان احنا قادرون على الاختلاف والتغيير مصر اخدت الريادة في القرى الافريقية تعالي نرجع بالزمن ونقول المؤتمرات كانت بدايتها من جنيف اتقررت كذا مرة ووصلت بعد كده لكذا بلد من ضمنها كانت المانيا ومن ضمنها المغرب ومن ضمنها البرازيل لغاية لما اخر حاجة السنة اللي فاتت اللي هو كوب 26 خلاص ده كانت في البرازيل مصر ما كانتش داخلة ولا اي دولة افريقية خالص فسيادة الرئيس عبدالفاد حسيسي قدم انه يدخل وتمت الموافقة فبقت مصر وغد الريادة في القرى الافريقية كلها يعني احنا بنمثل القرى الافريقية باكملها تمام ده يعني من ثقاتنا في نفسنا اولا ومن ثقاتنا في امكانياتنا ومن ثقاتنا في رؤية العالم لنا شايفيننا ازاي النسبة ارتفعت من يعني مشاركة الدول من 190 دولة السنة دي 197 دولة جاية عندنا رزيب الكم الرهيب من العدد الدول ده معناه ثقة ان مصر فيها امان ان مصر هتقدر تقدم خدمات ان مصر فيها حاجة كويسة تقدر تقوم بيها ان مصر لها كلمتها في المؤتمر ان لها التنظيمات الكافية كل ده طب ايه اللي عائد على مصر مشاركة مصر في الحدث نفسه هيقدي لكذا حاجة هيقدي لاستثمارات هيقدي لزهور سياحة وتنمية سياحة هيقدي الى استخدام تكنولوجيا صدقة البيئة هيقدي الى التحول الاقتصاد الاخدر زي ما احنا عايزين هيقدي مبادرات حوالي مئة مبادرة بعد كوب 27 هتبقى على ارض الواقع بنبتدي نشتغل فيها يعني هم هتطلقوها اثناء الحوارات وهتنقص شوفيها وتاخد الموافقات وهتبتدي على ارض الواقع تخيل ميت مبابي تغير كتير جدا حاجة كمان ده بيوفر لنا كمان ان احنا يبقى عندنا الصيغة التشريعية في السياسات يعني نقدر نعمل صيغة للسياسات بطرقتنا للاستثمار للتمويل للمشاركات فكل ده بيؤهلنا ان احنا ناخد البور اكتر والقوة اكتر نكون على قمة القرى الافريقية طيب احنا بنعمل دوت مش بس عشان مصر بصراحة احنا نعمل ده للعالم كله احنا في خطر فعلا العالم كله في خطر طيب هنتلاشى الخطر ده ازاي بدون التكتف بدون ما نسمع بعض ونتفق طيب الاخرها المبادرة اللي هي كانت بتاعة ريو وفيه بتاعة الكيوتو ماشي كل المؤتمرات دي ما انتجتش اللي احنا عايزينه احنا عايزين ايه اخر مؤتمر خالص كان فرنسا 2015 كان بتكلم عن ايه المجتمع الدولي اقر انه في تباين بين الدول يعني ايه تباين يعني اكيد مصدر الطاقة عندي او الانبعاث للطاقات الاحفورية دي او للمواد الغازات السامة دي نسبتها مش زي عند حضرتك حضرتك دولة مختلفة عني انا مثلا دولة نامية حضرتك دولة صناعية من الدرجة الاولى طيب هل انت كمية الغازات بتطلع من كمية التكنولوجيا اللي عندك وكمية المواصلات والالات وكده زي الكمية اللي بتطلع من عندي اكيد لا فالتباين ده عمل حاجة خلى المجتمع الدولي يقول انه لازم مشاركة الدول بنفس النسبة يعني ايه يعني انا لو انا دولة صناعية من الدرجة الاولى اخفض النسبة عندي بنسبة مختلفة عن النسبة اللي هتخفضها الدولة النامية الدولة النامية هتخفض مثلا بقدر واحد في المية لقد انا هتخفض مثلا بعشر في المية التباين ده بعد ما اتفقوا عليه اختلفوا لانه طبعا هم عايزين هيأثر على الاقتصاد ويأثر حياة كتير عندهم فابتدت المشاكل وعلى فكرة ده بيحصل في كل نسخ يعني بداية النسخ دي لو اتكلم حضرتك مثلا من 2001 لما نيجي نتكلم في 2001 لغاية النهاردة حصلت مشكلة كبيرة جدا بين الصين وامريكا لو حضرتك يعني تتذكري ومتبع وانه الاختلاف كان قوي جدا حتى كمان الصين او مندوب الصين في الوقت ده ساب المؤتمر ومشي انا متذكر ايه ازاي بتتكلموا احنا احنا في حالة وجودية احنا ده مسألة وجود او لا وجود بالنسبة لا نريز اقول لك على حاجة كمان الحرب الروسية الاكرونية انت عندك كان فيه اتفاقية مع المانيا لتصدير الغاز من روسيا الالمانيا وقفت فطبعا الغاز لما يقف يبقى بالتالي هيستدموا ايه الوقود فطبعا ده الوحده كارسة والمشروعات استحالة توقف بعد 18 سنة بتعود للفح مرة تانية يعني استحالة توقف انت عندك دولة والدولة قائمة وعندها يعني التزامات يعني خلي بالك ان المشروعات دي فيه التزامات طيب هتقوم بالتزامات هزاي ان لم تكن عندها الطاقة اللي تشغلها فبالتالي لما تيجي فجأة يحصل حرب ده وقف عندي الشغل وقف عندي الطاقة اثر على الاقتصاد اثر على الاسعار اثر على التمويلات اثر على كل حاجة اعتقد كمان ان هي فرصة جيدة استاذ عبير لمرة تانية عودة الاتصال السياسي الحقيقي ما بينها وما بين دول كتير توضيح بعض النقاط الخلافية ربما ما بينها وما بين الدول الاخرى وده مش هيبقى على مستوى مصر بس ده هيكون كمان في وجود هذه الدول بينها وبين بعض وانا هتخيل ان احنا ان شاء الله اتمنى ده العيب اللي على مصر ده العيب اللي على مصر هقدرين احنا ندير هذا الملف احنا قادرين جدا احنا يعني انت متخير اتمنى يحصل توافق ما بين اوروبا وما بين روسيا مثلا يعني ده لو حصل احنا عايز اقولك انه نجحات مصر في القادم هتبقى كبيرة طبعا 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 مصر اعتقد ان هي يعني بفضل طبعا نسيات الرئيس بقت لها كلمتها او بقت لها رؤية صادقة يعني فيها مصدقية فاحنا هنشتغل على الحتة دي هنشتغل على انه احنا اريين الموقف السياسي صح واريين الموقف الاقتصادي صح وهنتكلم بكل مصدقية وشافية هنفرد ورقنا كله وهنقول ده هيقصر بايه وده هيقصر بايه وده هيقصر ايه وهيبقى قدام العالم كله فبالتالي الالتزامات اعتقد انها هتكون الالتزامات قوية يعني مش الالتزامات ضعيفة بالنسبة للمجتمع الدول من كلام ضفتي الاعلامية الاستاذ عبير الحقيقة كلام كان مهم جدا مجموعة من النقاط حطتنا فيها ايطارية انا اتخيل انه مصر في القادم مع استغلال هذه النقاط اتخيل ان احنا عندنا مكاسب وارباح كبيرة جدا هو مش كلام على فكرة لانه هو ده الواقع وهي دي الحقيقة 197 دولة بيشرفونا بنتكلم على كافة مناحي الحياة بنتكلم على اتفاقات ايطارية بنتكلم على امور ومبادرات اكتر من مبادرة بالتم نتكلم كمان على اموال هتيجي للدول النامية واحنا جزء من هذه الدول عشان تنفذ لحقيقة البرنامج المناخي للامم المتحدة فكلها مكاسب وارباح نقدر نقول هنا جود لك لمتخز القرار طبعا وضربة معلم زي ما بيقولوا ان يكون عندنا هنا مثل هذا المؤتمر على ارض مصر حقيقة قلت بقى الاستعدادات احنا عملنا استعدادات رهيبة نص دقيقة احنا عندنا استعدادات رهيبة من ضمنها التغدير الكامل لشرم الشيخ من ضمنها التوسيع الشوارع من ضمنها المطار يستوعب عدد كبير مش عارفة ميت مليون بين سوريا عشرة مليون عشرة مليون فرد في اليوم في اليوم طبعا يعني اعتقد ان الاستعدادات ديت كلها تنظيم المواصلات استخدام كل حاجة صالحة للبيئة صديقة للبيئة استخدموا حتى العجلات استخدموا التاكسي الزكي نعم تميصي الكهربائي نعم فكل حاجة كانت بتؤهل ان احنا قدها احنا مصر ام الدنيا نعم مصر تقدر فاعتقد انه يعني جد لك وان شاء الله هيبقى مؤتمر موفق ان شاء الله ده يعني كانت اطلالة ايجابية من ضفت وضفت حضراتكم كلمنا في ايجابيات كتير قوي هيطل بيها علينا هذا المؤتمر ان شاء الله في نسخيته 27 على مستوى العالم احنا قادرين على استقبال مش 197 دولة بس يعني قادرين احنا نستقبل العالم كله ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله الاعلامية الكبيرة الاستاذ عبير حلمي ماجستير الاتصال السياسي بكلية الاعلام جامعة قاهرة نورتين افندي شكرا جزيلا شكرا 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 اشتركوا في القناة